أهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد تسعين دياء كرة تسعين دياء كرة من الزمالك بتنسيك الهموم سعتين الزمالك في اليوم هم أهم حاجة في يومك بعد يوم كامل ممكن يكون ممل وممكن يكون حزين وممكن يكون صعب شبوه لجمهور نادي الزمالك العظيم بيقدم الحمى قسما بالله والله العظيم فعلا مش قصة كان بطولة ضع عشق ومن الطفولة شبوه لجمهور نادي الزمالك العظيم أنا أول ما بشوف جمهور نادي الزمالك في الأستاذ الفرحة على وشي بتبان والله العظيم الفرحة على وشي بتبان أنا حاسس أن المعتمد جمال هو حسن شحاتة جديد أنا بطلب من إدارة نادي الزمالك العظيم إدارة نادي الزمالك المحترمة اللي بتشتغل بكل احترام وانتماء لكيان بطلب منها أن هي تسيب معتمد جمال يا باشا احنا مش عايزين مدرب بالعملة الصعبة ما جربنا كتير ما نجرب يا بشا المصري الكفء المحترم مدرب والله العظيم قدير بيقدم الحمع مع الزمالك تقولي ازاي مش فكرة 3 على 3 أو 4 لحد دلوقتي معتم الجمال فاز على بيراماتز وفي بطولة كأس مصر وتأهل لنهاية لمقابلة الاهلي 3 رمضان واحدة صباحا بمشيئة الله معتم الجمال فاز في ماتشة بوسليم فاز 1-0 في أول ماتش وكانت البديات صعبة بالنسبة لنا وفاز على فيوتشر 2-0 فيوتشر فريق صعب لو انت هتفتكر ماتش النهاردة امام اكاديمية صورة ماتش سهل اللي انت فزت فيه بربعية انا احب اقولك ان يبراماتز مش سهل والله على الاطلاق ولا فيوتشر سهل ولا كمان ابو سليم اللي فاز النهاردة في ديئة 90 على السكرادة واحد صفر فريق سهل لا والله يكون لها فرق صعبة وبصرف النظر لو انت هتعتقد ان هم كلهم دول فرق هشة احب اقولك ان احنا كنا بنتغلب من طوب الارض فالزمالك دلوقتي اصبح فريق منظم فوق الخيال من وجهة نظر الشخصية الزمالك اللي قعد 3 ماتشات 3 ماتشات متتالية لم يستقبل اي اهداف ودي للمرة الاولى في 2023 اللي باقي عليها اساسا ايام باقي ايام و2023 تنتهي والاول مرة الزمالك ما بيستقبلش اهداف لمدة 3 ماتشات متتالية شابول معتمك جمال التزام تكتيكي وتنظيم دفاعي واللعيبة واقفة صحة شغل عالي من الكابتن معتمك جمال اتمنى مش فكرة 9 على 9 لحد بطولة افريقيا المفترض ان معتمك جمال مكمل لحد التوقف الدولي لمنتخب مصر بمشيئة الله يناير 2024 بكودفوار اتمنى من ادارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب ان شاء الله ان هم يدوا الفرصة وهو ده اللي عايزه جمهور نادي الزمالك والله العظيم ممكن تجيب مدرب اجنبي يبوز الدنيا ويبوز كل حاجة وترجع لما تهم الجمال تاني سيبوا شغال يا باشا سيبوا شغال مدام الناس واللعيبة واقفة صح واللعيبة بتلتزم بالتعليمات والدنيا ماشية خلاص انت متوقفهاش ودي نصيحة لمجلس ادارة نادي الزمالك العظيم شابوه معتمك جمال شابوه الله العظيم وتحية شكر وإشادة لراجل وشخص ومدرب محترم عموما من وجهة نظر الشخصية عواد بدأ يرجع وبدأت ترجع له الثقة بتاعته من وجهة نظر الشخصية عواد ولو هنتكلم كمان المسلوسة ده لاعب راجل لاعب راجل والله العظيم شابوه حمزة يا راجل عظيم عندنا أوباما ودونجا وعمر جابر والله بيتطوروا انا اكتر حد كنت بنتقد الناس دي ولكن والله العظيم أوباما وعمر جابر ودونجا كمان اللعيبة دي بتتطور كتير في الزمالك مش هنتكلم على زيزو لان زيزو ده قطعة الماس داخل قارة افريقيا قطعة الماس والله العظيم في حاجة عايزة اقولها لإدارة نادي الزمالك او جمهور نادي الزمالك اللي بيفكر في فكرة ان زيزو خلاص ده وصل لتلتمائة وربعمائة مليون يا باشا نبيعه نبيعه وبالفلوس بتاعته نحل الأزمات انا ما عنديش اي أزمات تتحل برحيل زيزو ده اكبر ازمة بالنسبة لي رحيل زيزو مفيش اي فلوس انا شخصيا هستفد بيها جمهور نادي الزمالك العظيم الأزمات هتتحل هتتحل مدام مجلس مرتضة خلاص رحل عن نادي الزمالك بالاحترام بالاحترام وبالود كل حاجة هتتحل من وجهة نظر الشخصية والله العظيم ولا كنوز الدنيا في احمد السيد زيزو احنا عايزين اساسا نبني عليه مع عودة الوينش ومع رجوع شيكابالا الفترة الاخيرة لبريكو ومع دخول اوباما من بعيد ودخول مصطفى شلبي ان شاء الله الدنيا هتبدأ تحلو انما احنا ما ينفعش نوافق على رحيل احمد السيد زيزو علشان نقول احنا محتاجين فلوس لا يا باشا مش محتاجين فلوس نكمل السنادي باللعيبة اللي معانا ومع صفقة واثنين صوبر الدنيا هتبدأ تمشي بمشيها تلاقي رغم ان الزمالك انا بقول محتاج سبت وسبعة وتمان صفقات مش هنقدر نجيب من مشيش زيزو على الاطلاق انا مش مع رحيل زيزو نهائيا والله العظيم لو يحل ازمات لعشر سنين لقدام زيزو لن ولم يرحل عن نادي الزمالك بمشيئة الله اما شيكابالا هي دي حتته هي دي حتته والله العظيم هي دي وقفته هي دي ماركت شيكابالا كل ماتش وكل مرة افضل من اللي قبلها شيكابالا شابو يا راجل شابو يا راجل يا عظيم يا لعيب يا حريف شيكابالا الناس اللي بتتكلم عن الارقام شيكابالا وصل للمساهمة رقم 29 كريا وتخطى العندليب العندليب عبدالحليم علي حبيبي الملائين شيكابالا صاحب الرقم القياسي خلاص صاحب الرقم القياسي 16 أسست كاري شيكابالا ده موهوب والله العظيم مثل العطور كلما مر عليها الزمان زادت كيمتها وصارت أفضل وبمراحل شيكابالا والله العظيم عشق شيكابالا موهوب الأبادشي الفهد الأصمر ان شاء الله الزمالك بمشيئة الله عنده ماتش يوم الخميس الساعة سبعة سبعة نشر أمام الاتحاد في الدوري ده الماتش رقم خمسة لمعتم الجمال ويوم الأحد ان شاء الله عندنا ماتش أمام سجرادة وده ماتش التأهل بنسبة مية في المية وماتش النقطة التسعة بمشيئة الله والحمد لله هنتأهل بدري بدري في الكونفدرالية بمشيئة الله نتمنى كل التوفيق لمعتم الجمال وكلنا بندعمه من الألف للياء بمشيئة الله معتم الجمال هيكمل في نادي الزمالك العظيم من اليوم مبروك لجمهور نادي الزمالك الأصيل المحترم تحية الحياة إذا كانت جوارك زمالك عظيم النهر لا يغير مجراءه والتاريخ لا يغير مصاره والكل لازم يعرف قيمة الزمالك ومقداره ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد حبيب قلبي دمتم في أمان الله